خبر سعيد لجمهور النادي الاهلي البطل رامي ربيعة جاهز لمباراة العين برح قلت لك اللي امور صعبة وعنده شد كذا شد يعني شد خلفية وشد في السمانة والموكية صعبة رامي ربيعة بطل واشتبقى فاهم يعني انا متأكد مليار في المية ان رامي ربيعة بكرة مش هيلعب بكامل الجاهزة بس هيتحمى عن نفسه ان شاء الله واحد من نجوم المباراة وبصراحة غياب رامي ربيعة بكرة عن المباراة كان ممكن يعمل ازمة كبيرة جدا للأهل ليه؟ يوسف ايمن مش موجود خلاص بسبب برتكول ارتجاج المخ واشرف داري في صعوبة جدا ان يلحق بالمباراة ولو اللحق بالكتير يقعد عالدك فما كان شفيغ الياسر ابراهيم فعودة رامي ربيعة دي خبر سعيد جدا للنادي الاهلي وجمهور مرس الكولر خد من الجهاز الطبي التأكيدات الطبية انه ربيعة جاهز للمباراة واكيد هيكون مشارك بكرة كأساسي ان شاء الله ما يحصلوش اي حاجة لحد بداية المباراة او لحد نهاية المباراة عفوا كمان ان شاء الله يكمل المباراة عن اخيرة اشرف داري زي ما قدتلك هو في الحسابات بس في صعوبة كبيرة انه يلعب أساسي جد يعني بالكتير ممكن يبقعد عالدك يدعم في اي وقت لكن اساسي صعب جدا كده ياسر ابراهيم رامي ربيعة سناء دفاع النادي الاهلي في تشكيلة الفريق غدا باذن الله بالمناسبة بوجود ياسر ابراهيم رامي ربيعة التشكيلة مشبه فيها تغيرات محمد شناف حواصل مرمى ياسر ورامي على اليمين اكرم توفية يحيى عطيت الله في النص كوكا ومروان عطية وامام عشور في الهجوم حسين الشحات وسام ابو علي طاهر محمد طاهر بنسبة كبيرة هي نفس تشكيلة مباراة الزمالك في نهاي السوبر المصري ترجمة نانسي قنقر